على ما يبدو أن هناك العديد من الأسباب التي تقف وراء الحاق الضرري بحياة الساقين ومركباتهم أثناء سيرهم على الطرق السريعة تحديدا الإعلانات التجارية تأتي كأحد أهم تلك الأسباب التي تستطيع شد انتباه المرنة بسياراتهم مما قد يؤثر على مستوى تركيزهم إلى التراجع ويهدد بحصول حوادث الطرقات الخطيرة ما إن تعتلي غرفة قيادة سيارتك متوجها لقضاء عمل ما حتى تبدأ عينك باستراق نظر غير قادرة على التماعن بالركب الطويل لقافلة الإعلانات التجارية التي تحتل جوانب الطريق لجذب اهتمام المقصود المستهدفون من المرة بمركباتهم ممن تشخص أبصارهم لترهقهم سلسلة التأثيرات البصرية التي لا حصر لها يجدون أنفسهم وقد بات مسيرهم مليئا زاخما بألوان الطيف الدعائي التي قد تشتت انتباههم لتنذر بهبوط تركيزهم إلى مستويات متدنية فالتأثير الذي قد تحدثه صنوف الدعاية والإعلان على نفسية المستهلك يتكفل بدفعه للقيام بسلوكيات شرائية قد تكون غير سليمة وقد تكون غير ذلك إن أزدل التقنين ركائزه الإعلانات هي عبارة عن رسائل بصرية الرسالة البصرية على حسب الدراسات اللي عندنا أنه لكل رسالة ثانيتين ونص يبيه المخ يحلل هذه الرسالة فإذا تخيلنا الساق ياخذ ثانيتين ونص لكل إعلان عشان يفهم معناه فمعناه أنه يكون من ناحية إدراكية غايب عن الوعي أو وقت اللي هو قاعد يسوق ثانيتين ونص لن نستهين فيها لأن ثانيتين ونص تقريبا هي سبعين متر السيارة تكون ماشية في سرعة سبيد لميت تبع الشارع السيارة ماشية من غير إدراك ووعي من السائق فلما نضيف الإعلان على الإعلان وإعلان على الإعلان خاصة هالألوان الزاهية والبراقة تشد انتباه السائق من على الشارع إلى أمر آخر يعني ثانوي مقارنة بسلامة السائق ومن خلال الاستناد على ما أفرزته الدراسات العلمية الحديثة يأتي كتاب اللاوعي لدى المستهلك للمؤلف جيرالد زلتمن ليميط الليثام عن حقيقة هامة تتلخص في أن 95% من قرارات الشراء تتخذ دون وعي المستهلك حيث أن الإعلانات التجارية التي تملأ الشوارع وخاصة الطرق السريعة التي تفوق حجم الإعلانات المررية المرشدة للطريق أو المنبهة للسرعة تهدد بحصول مختلف حوادث العصر التي يتجنب حدوثها عابر الطريق بسيارته بكل ما أوتي من احترافية لأن الإعلانات مثل ما يعرف الجميع أنها شاتت انتباه السائق كسبب أول السبب الثاني خاصة في المنحنيات أو شيء ممكن تسد الرؤية أكيد 100% لأن معظم أنا حين أقول لك ما يشي شذي يعني رحت على الإعلان الرادي وخاصة اللي قاعد التوماتيك يعني الالكتروني هذي اللي قاعد يبدل هذي في الإشارات أكيد يأخذ انتباه السائق 100% والله يعتمد إذا خل بالا على الإعلان وهذه الشارة بيدعم في الأول والتالي الشروط العامة الواجب توافرها في نصب الإعلانات أي كان نوعها ومهما تعددت أشكالها وإن اختلفت مواقعها تأتي واضحة ويمكن تلخيصها بالآتي ضرورة مراعاة السلامة العامة للسائقين من ناحية ووجوب التقييد بما تمليه حرمة الطريق من ضوابط ومحددات من ناحية ثانية حيث من الضروري بمكان تباعد هذه الإعلانات عن بعضها بمقدار 500 متر خاصة في الطرق السريعة لتلفزيون البحرين محمد رشيدات ترجمة نانسي قنقر